فعلا بأمانة مش بقى نروح للسلطة المحافظة بالنسبة التنمية ووضح انه فيه طبعا بعض تسهيلات ووليهم بعض الطلبات ربما لو بنتكلم على اسميدة او غيره لكن واضح انه كمان التعاون الكهرباء موجودة المياه موجودة فضل للسلطة المحافظة هو طبعا اساس الحياة هنا في الاراضي الزراعية على وجه الخصوص اول عنصر الكهرباء نعم احنا اول ما سمح للقرى بالعودة كان شغل الشغل بتاع الكهرباء نعم نمر واحد الكهرباء وفعلا طبعا بنختار الناس جدين يكونوا يعني عندهم العزيمة على انه يزرع من تاني يوم ووصلنا لهم الكهرباء وزي ما قال الحج ابو هاني الكهرباء دي كلها الدولة هي اللي متكلفة فلوس دولة هي اللي شايلة الموضوع كامل من ساعة من اول ما رجع الاهالي الى الارض الدولة هي اللي شايلة جميع البنية التحتية اللي موجودة فيها حقهم علينا لانهم دول قاسوا من الارهاب واحنا مسؤولين عن ان اي حاجة حدست نتيجة اعمال ارهابية الدولة مسؤولة عنها وده قاعدة رسخة السيد الرئيس واحنا ماشيين عليها وان شاء الله بقية القرى اللي هي هتعود ان شاء الله حاجتها انا بطمينهم من دلوقتي حاجتهم متشونا مش بقى لسه حنجيب لهم جهزة حاجتهم جهزة نعم اما دخلنا زي ما قلت لحضرتك كانت الاسباقيات بالنسبة لنا افي اولويات تربية والتعليم والصحة اه والصحة اه التربية والتعليم كان في داخليتها برضو اولويات نعم يعني مثل ااجي في وسط منطقة ومنطقة محتاج الطلبة ييجوا عليها دي بنبني فيها مدرسة نعم والتانية محتاجة نعم ولكن انا عندي مدرسة ابتدائية وعدادي موجودين في القرية الامة على الطريق نعم بحيث ان هي تاخد سكان من داخل جنوب القرية نعم وتاخد سكان برضو من شمال القرية نعم انما هقوم ومدرجة على فكرة المدرسة دي عادة بناء عادة بناء خالص من اول وجديد خالص ويمكن انا في الطريق واحنا ماشيين دلوقتي حوديق حوريك مدرسة تجمع 22 فاصل على ابنائها من الحاجات المطلوبة تعليم وصح اولا بتشرف اننا موجود معاكم النهاردة بجد ودايما كده نتطمن عليكم وعايزين سينا كلها مزروعة ان شاء الله اولا يعني من خلال برنامجك بوجه رسالة لكل ابنائنا وكل مصر وكل شعب مصر سينا اللي عايزه في سينا يزور سينا سينا امنة اصبحت زيها زي القاهرة وزي اي بلد وتشرفونا في اي لحظة وفي اي وقت لان فعلا الحقيقة احنا اتغيرنا كتير وبلدنا تغيرت للاحسن كتير هل الاسعار عندكو ارخص من مصر بالنسبة للخضار والخضار الاساسية طبعا ارخص كتير 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 لان احنا بنغطي المحافظة بالانتاج المحل خلي بال حضرتك الطماطم اللي وراك دي الكيلو عند ابو هاني من سبعة لتمانية جنيه والله يا سيدتك ده يعني اولا هو بالنسبة للخضار والفاكهة دي محافظة طبعا عدد سكان احنا طبعا عدد سكاننا مش زي سكان محافظة الوادي